بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحيا لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الرابع الابتدائي حتى نستفيد تويا طلابي من درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من القوانين اتفقنا عليها ما هي هذه القوانين هي من يذكرها لي أولا أجلس جلسة صحيحة أحسنتم ثانيا ماذا أحضر جهاز اللابتوب أو الحاسب الآلي وجهاز الجوال حتى ماذا حتى أشاهد وأستمع للدرس ماذا أيضا أبحث عن مكان هادئ خالي من الضوضاء أيضا أستمع إلى معلمتي ولا أغادر الدرس حتى تأذن لي بذلك بارك الله فيكم أما الرسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسنا بإذن الله سيكون عن صعود الدرج والنزول منه الهدف العام سيكون أن يتعرف الطالب أو الطالبة على مهارة صعود الدرج والنزول منه الأهداف الخاصة أولا أن يذكر الطالب أو الطالبة الأحذية المناتبة لاستخدام الدرج الكهربائي أن يذكر الطالب أو الطالبة التصرفات الخاطئة عند الصعود أو النزول من الدرج حسنا طلابي أولا لدينا سؤال ما هو الدرج ما هو الدرج عن ماذا تتكلمين معلمتي ما هو الدرج أستمع إليكم ما هو الدرج أحسنتم هو سلسلة من الدرجات التي تكون وسيلة اتصال الغرض منها الانتقال من طابق إلى طابق آخر إذن انظروا إلى هذه السلسلة من الدرجات المتتالية إما تنقلنا صعودا إلى الطابق العلوي أو تنقلنا نزولا إلى الطابق السفلي إذن هو ماذا وسيلة مساعدة على الانتقال سواء إلى الأعلى أم إلى الأسفل حسنا طلابي الدرج له أشكال عديدة فالدرج الثابت طلابي الدرج الثابت له أماكن يتواجد فيها عادة يتواجد في المنزل وماذا أيضا؟ والمدرسة أيضا قد يوجد في أماكن أخرى ولكن يوجد عادة في المنزل والمدرسة هذه هي أحد الأشكال هذه أحد أشكال الدرج وهذا شكل آخر للدرج الثابت حسنا طلابي هذا الشكل ماذا يطلق عليه؟ الدرج المتحرك الدرج المتحرك هل أنا أقوم بالتحرك أم هو يقوم بالتحرك بشكل تلقائي من نفسه؟ أحسنتم هو يقوم بالتحرك ومساعدتي على الانتقال إما من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي أو العكس من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي أحسنتم؟ أين يتواجد الدرج الكهربائي المتحرك؟ أين؟ المطارات ماذا أيضا؟ الأسواق أحسنتم والمراكز التجارية الضخمة بارك الله فيكم عادة يتواجد في المجمعات الكبيرة مثل نكرر الأسواق والمطارات هذا شكل آخر تقريبي لإضاح شكل الدرج المتحرك الكهربائي حسنا طلابي هناك تصرفات خاطئة لا يجب ممارستها أبدا لا بد أن ننتبه من ممارسة هذه الحركات سواء على الدرج الثابت أو الدرج المتحرك مثل ماذا؟ ماذا يفعل الرجل هنا في الصورة؟ لنفكر ما الذي يقوم به؟ يقوم بالقفز القفز هل يصح أن أقفز عند الصعود أو عند النزول من الدرج؟ لا لا يصح ذلك هذا قد يعرضني للسقوط وماذا؟ والأدى قد أصاب لا قدر الله بكسر إما في اليد أو في القدم إذن لا أقفز ما هو التصرف؟ الآخر ماذا نشاهد الرجل هنا؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يفعله؟ هل هو يمشي هكذا؟ بهدوء ويصعد الدرج بهدوء؟ أم ماذا؟ يقول بماذا؟ بالركض والسرعة هل هذا تصرف صحيح؟ لا تصرف ماذا؟ خاطئ إذن السرعة أثناء صعود أو النزول من الدرج تصرف ماذا؟ خاطئ هيا نشاهد هنا صديقنا ينزل من الدرج؟ بماذا؟ بسرعة وهذا تصرف ماذا؟ خاطئ أحسنتم حسنا طلابي لماذا ذكرنا أن هذه تصرفات خاطئة؟ مثل السرعة أثناء الصعود أو النزول مثل القفز هذه التصرفات الخاطئة قد تعرضنا لماذا؟ لماذا؟ ماذا نشاهد؟ إلى ماذا أشير؟ هيا شاهدوا أين أشير؟ هم؟ قد يعرضنا للسقوط أحسنتم بارك الله فيكم إذن طلابي أحذروا كتاب على نشاط رقم ثلاثة يقول أرسم دائرة حول صورة النتيجة المتوقعة للسرعة في أثناء الصعود أو النزول من الدرج هم؟ ذكرت لكم ذلك قبل قليل ما النتيجة المتوقعة للسرعة أو القفز أثناء الصعود أو النزول؟ ما الذي ممكن أن يحدث؟ ماذا؟ الصقوط وإلام اليد أو القدم بارك الله فيكم إذن هذه هي الإجابة الصحيحة حسنا طلابي هناك أحداث أو مخاطر لا قدر الله قد تصيبنا في الدرج المتحرك الدرج المتحرك الذي ذكرنا أنه يتواجد في المولات والأسواق والمطارات ما الممكن أن يحدث؟ في الدرج المتحرك قد أقوم بارتداء حذاء غير مناسب حذاء غير مناسب مما يتسبب في أن الحذاء يهلق في الدرج المتحرك كما تشاهدون ويعرض قدمي للألم أو للإصابة هيا لنشاهد أحد أحد أشكال الأحذية الغير مناسبة هذا يا طلابي شكل من أشكال الأحذية الغير مناسبة عادة يكون مصنوع من ماذا؟ البلاستيك هذا الحذاء طلابي أو هذا الشكل أو الموديل لا يتناسب ارتداؤه مع الدرج الكهربائي فهو عادة يتعرض لي أن يعلق هكذا بين الدرجات ويصيب قدمنا بالضرر إذن ما الحذاء المناسب طلابي؟ الحذاء المناسب مثل هذا الشكل من الأحذية الرياضية أو الرسمية أي إن كانت تكون مصنوعة عادة من الجلد تكون غير ماذا؟ ذات قصة طويلة من الأمام هذا أحد أشكال الأحذية المناسبة أثناء صعود الدرج الكهربائي هيا لنعود إلى درسنا إذن طلابي ذكرت بأن هذا النتيجة المتوقعة لارتداء الحذاء الغير مناسب هيا هذه صورة تقريبية لأحذاء تشاهدون كيف علق في السلم الكهربائي أو الدرج الكهربائي هل تشاهدون كيف علق الحذاء؟ إذن السبب هنا هو عدم ارتداء حذاء مناسب إذن معلمتي ما هي الأحذية الغير مناسبة أيضا؟ هذا الحذاء أو هذا النوع من الأحذية مكشوف القدمين من الأحذية الغير مناسب ارتداؤها أثناء استخدام الدرج الكهربائي الدرج الكهربائي لأن قدمي وأصابعي قد تكون مكشوفة وتتعرض لماذا؟ ماذا؟ للأذى؟ إذن الأحذية المناسبة أشكالها عديدة لنشاهدها معا هذا أحد الأشكال التي يتناسب ارتداؤها في الدرج الكهربائي ماذا أيضا؟ هذا الشكل أيضا ماذا أيضا؟ الآن سأختبر معلوماتكم يا طلابي أحضر الكتاب على نشاط رقم أربع لنشاهد هيا السؤال يقول حدد الحذاء المناسب والآمن لصعود السلم برسم دائرة حوله هل يا طلابي هذا الحذاء مكشوف القدمين أو مكشوف الأصابع الذي أشير إليه يعد حذاء مناسبا؟ لا ذكرنا بأنه غير مناسب هل هذا الحذاء ذو الكعب العالي يعد حذاء آمن وصحيح لارتداءه أثناء استخدام السلالم؟ غير صحيح هل هذا الحذاء الذي ذكرناه سابقا؟ البلاستيكي هل هو صحيح؟ أيضا غير صحيح إذن ما هو الصحيح؟ هذا الشكل من الأحذية الرياضية أو الرسمية قد تكون مصنوعة من الجلد أو أي نوع من أنواع الأطمشة إذن هذا هو الحذاء الصحيح إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم حتى يتم تعميم هذه المهارة يجب على أولياء الأمور تعميمها من خلال تدريب الطالب أو الطالبة على كيفية صعود الدرج والنزول منه مع التنبيه على الحذاء المناسب أثناء الصعود أو النزول التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس التركيز على رفع المستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة المتابعة نقل الخبرات الأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم والله إلى اللقاء